سال خير حلقة جديدة وتعتبر جزء ثاني لحلقة سابقة كانت بعنوان أفضل مسلسلات HBO على أوسن هذه الحلقة أيضا مسلسلات HBO الا واحد راح تعرفه بعد شوية عموما تنويه قبل ما أبدأ بعرض المسلسلات أن ترتيب المسلسلات اللي راح أقولها هو حسب الأفضلية من موقع IMDB كتقييم متقييمي أنا الشخصي فندخل على المهم وأول مسلسل عائلة رويد سيطر على أكبر وأقوى شركات الترفيه والإعلام بالعالم بعدما كبر الأب لوغن صار من المتوقع أنه ممكن تقاعد في أي وقت لذلك تبدأ رحلة صراع لتجهيز خليفة له الصراعات تتصاعد وتحتد في جو مشحون حوال مين ياخذ منصب المدير بين مجلس الإدارة والأولاد كيف كل واحد منهم يشك بزميلة والأخوان بعد يشكوا في بعض بحالة من الخوف أنه يتم استبعاده بحيلة من أحد خصومه جو مميز من الحوارات القوية والمتقنة بأحداث مثيرة لأنها مقتبسة ومستوحى من الأجواء العائلية والشركات الأمريكية الضخمة سوكسشن مسلسل نزل منها موسمين حتى الآن بدأ في 2018 كل موسم 10 حلقات والموسم الثالث قادم قريبا مصنف كمسلسل ديرامي تقييم على IMDb 8.6 سيليكون فالي المسلسل محبب إلى قلبي شخصيا يتكلم عن ريتشارد هندروكسون المهندس العقري في الكمبيوتر يبني خوارجمية قوية ومبتكرة يحاول من خلالها تأسيس شركة ناشئة بالتعاون مع زملاء المبرمجين غريبين الأطوار ويدخل في سراعات والي السيليكون اللي ما ترحم بين أقوى وأكبر شركات التقنية في العالم هذا المسلسل يحاكي غالبية قصص النجاح اللي نسمع عنها من أبل ومايكروسوفت وغيرهم من الشركات التقنية الكبيرة اللي ظهرت مؤخرة كيف تبدأ من المكان الصغير وبجهود الأشخاص العباقرة اللي يقوموا على هذا المشروع ونشوف خفايا الصراعات الغير شريفة في عالم البزنس ونشوف خلالها رحلة صعود هبوط انهيار وتطوير لمحاولة العودة للصعود إلى القمة ومشاكل كثيرة كل هالأمور تمر في مواقف كوميدية ممتعة سيليكون فالي مسلسل من 6 أجزاء مكوم من 53 حلقة بدأ في 2014 انتهى 2019 مصنف النكوميدي تقييمة 8.5 مسلسل من أقوى وأروع ما يمكن أن يصنع على شاشة التقنية يحطك في حيرة بين الواقع والخيال الواقع في طرح الهواجس الإنسانية العميقة والخيال في الأحداث الغريبة اللي تحصل المخالفة لنواميس الطبيعة يبدأ المسلسل باختفاء 2% من سكان الأرض فجأة وبدون أي سبب معلوم 2% هذه يعني ملايين البشر اختفاء أهم سمات العمل هو التضاد المتجانس بين المعتقدات المختلفة ودخولهم في حوارات قوية جدا بدون ما يوقف الحق في صف أحد دون الآخر ويترك لك كمشاهد مساحة لأنك تعيش معهم الجو بدون أن يكون عندك أحكام مسبقة ومفروضة عليك ممكن تقول واش هالجملة ذي اللي قاعدت الفلسفة فيها علينا بس هو المسلسل كذا فلسفة نرجع المهم الصراع الأهم اللي تعيشه كمشاهد مع الشخصيات هو كيف اختفاء هذا العدد من البشر بلحظة وليش هذول الأشخاص بالذات هل رحيلهم هذا نتيجة لأمر سماوي جاي من الرب ولا هي نتيجة لأسلحة بشرية مجهولة إذا كان الاختفاء بأمر من السماة هل هذه عقوبة للراحلين أو هي مكافأة لهم والأهم هم وين راحهم المسلسل مقتبس عن رواية بنفس العنوان لذلك هو قوي جدا ورواية أقوى وأقوى تم تناول مواضيع حساسة جدا تنسى الدين والعقائد والتفكير والأبعاد النفسية الإنسانية The Leftovers مسلسل مكون من ثلاثة مواسم وثمانية وعشرين حلقة بدأ 2014 وانتهى 2017 مصنف دراما وفانتازيا وغموض تقييمة في آي ام دي بي الثمانية فاصلة ثلاثة رامي هو المسلسل الوحيد في هذه القائمة من إنتاج شبكة غير اتش بي او هو من إنتاج شبكة هولو المسلسل يتكلم عن رامي شاب من أصول مصرية عايش في أمريكا ما عالته ويحاول يتأقلم مع الجو الأمريكي والانفتاح اللي فيه بالإضافة المحافظة على تعاليمة الدينية وقيمة الاجتماعية ويعيش في صراع طول الوقت بين تنقضاتنا يعيش جو الشباب اللي عايشين في أمريكا يصيع ويشرب يتعلم شلون يصلي خربط في الصيام يتعلم من هذا ياخذ كف من هذا اللي يحاول انه يوصل لنتيجة تكون مقبولة بالنسبة له روحيا عشان يقدر يكتشف ذاته ويتأقلم مع التناقضات اللي قاعد يعيشها في القيم والمبادر واللي يزيد الطين بلا طبعا هو وجود شلة فاسدة كل ما حاولنا يصلح نفسه يتوقل عليها عمي ماشي والجميل في المسلسل انه فعلا هو انتاج أمريكي لكن مكتوب بإقلام عربية كذلك الممثلين مثل عمر واكد وهيام عباس وكذلك بطل مسلسل رامي يوسف فهم قاعدين يعكسوا صورة نوعا ما منطقية عن اللي متعودين نشوفها عن العرب والمسلمين في المسلسلات الأمريكية مسلسل رامي مكون من جزئين حتى الآن وفيه لجزء ثالث قادم بدأ في 2019 وصنف كوميديا ودراما ورومانسية تصنيفه في آيم دي بي ثمانية وآخر مسلسل على هذه القائمة وهو أجددهم محقق خاص في لوس أنجلوس كان ضابط في الجيش الأمريكي بالحرب العالمية الأولى يعتبر شخصية غير ملتزم بالضوابط والقوانين في تحقيقاتها يهم الوصول للأدلة والحقيقة اللي تدعم عميلها والسبب تاريخه الغير نظيف هذا تعوده وإنه يستعينه فيه بالقضايا الرخيصة ينطلق المسلسل بعد الاستعانة به من محامي كبير في قضية مقتل طفل لعائلة غنية وتبدأ حياته تنقلب وتتغير وتعتبر هذه قضية العمر بالنسبة لميسون وتزداد الصعوبات بسبب تاريخه الغير نظيف لأنه يتم استغلال هذه الأمور ضده المسلسل معاد انتاج السلسلة تلفزيونية القديمة كانت في الخمسينات استمر لمدة تسع سنين قرابة 271 حلقة بنفس العنوان ونفس الاسم بيري ميسون صدر منها موسم واحد حتى الآن في 2020 مكون من ثمانية حلقات يصنف على أنه دراما وجريمة وغموض تقييمة في ايم دي بي 7.6 ختاما نكون انتهينا من هذه القائمة بهذه الحلقة أتمنى ان المسلسلات تكون نال على عجابكم في حال شفتوها كتبونا في التعليقات في حال ما شفتوها روحوا شفوها وتعالوا يعطونا آراكم في التعليقات مستقبل ان شاء الله تكون في مسلسلات أكثر وأكثر متنوعة أكثر عربية وأجنبية اللايك يدعمنا ويساهم في ظهور الفيديو أكثر وكما نلا